مرحبا بكم في فيديو جديد من قناتكم قناة الإجداء والتميز أبدع واستمتع النهاردة نشارك معكم مجموعة من الخفاية والأسرار اللي موجودة فعلا على الويندوز بس الكتير منكم ما يعرفش عنها حياتك أول إمكانية معنا النهاردة هي إمكانية الحصول على مساعدة من أي شخص بعيد عنك إن هو يقدر يخش على الجهاز بتاعك ويحللك المشكلة اللي أنت واقع فيها والعكس لو فيه زميد لك في بالة التانية أو في مكان بعيد عنك يقدر يعمل لك مشاركة للشاشة وتخش تصلح له المشكلة البرنامج اللي معنا النهاردة هو وده إحدى البرامج اللي موجودة عندنا على الويندوز واللي بتيجي من جوة الويندوز عشان نخش عليها هنخش على قائمة ستارت ونكتب كويك هيظهر لنا كويك أسست هنخش على كويك أسست تمام في بعض أجهزة الويندوز بيكون نازل معها البرنامج هنا هو تقالك البرنامج مش موجود هننزله من الميكروسوفت ستور بالمجان طبعا لأنه هو إحدى البرامج اللي بتنزل مجانية على الويندوز هنخش نعمل اوبن مايكروسوفت ستور ونفتح المتجر ونعمل تحميل للبرنامج وهو جار التحميل وبيقول لك أنت في محتاج أن تنزل أحدث نسخة من الكويك أسست تعمل جيت زي ما تشايفين برنامج مجاني هياخد وقت في التحميل وبعد ما تحمل هيظهر لك إمكانية أن أنت تعمل مشاركة للشاشة وهو جار التحميل هذه الشاشة اللي بتظهر عندنا زي ما انت شايف بيقول لك بيتخلي بيقول لك يعني هتخلي واحد انت بتصدق فيه ان هو يساعدك في التحكم في جهازك طيب ازاي اللي هيحصل هو عنده على آآ الشاشة بتاعته هيقول لما يقول هيجيله كود الكود ده هو هيدهولك وانت ادخله عندك لما مجرد بتدخله عندك خلاص بتعمل بتظهر العاملة ما هنا بتتفعل مجرد ما دخلت الكود اللي هو ادهولك بعد ما بتفعل الكود بتحصل مشاركة للشاشة او تمام ويقدر يخش على جهازك ويصلح لك المشكلة او يساعدك في حل المشكلة والعكس طبعا تقدر تعمل انت اسست عناظر بيرسون ويجي لكود والكود ده تديه للراجل اللي هناك او في المكانة البعيدة عندك وهو يدخل الكود عنده وفي الحالة دي تقدر تخش تعمله اسست وتحل له المشكلة ده كان احد البرامج المجانية اللي بتنزل على الويندوز اللي تسهل عليك حاجات كتير زيها طبعا زي بعض البرامج المشهورة زي اللي الناس كتير بتستخدموا في حل المشكلات عن بعض. واحدة الامكانيات المخفية اللي هنتكلم عنها تاني دلوقتي هي امكانية اه تفعيل النايت لايت والنايت لايت دوت احدى الامكانيات اللي موجودة على الويندوز اللي بتخلي اه لون الشاشة مناسب للاضاقة الليلية واللي بتسهل عليك اه الرؤية في الليل وبتريح العين اسناء فترة الليل. عشان اه نشغل امكانية النايت لايت هنخش على ستارت مينيو ونكتب كلمة او زي ما شايفين هيزهر لنا ادي اعدادات تمام تقدر تفعلها تعمل تمام مجرد ما تفعلها تلاحز ان الشاشة اه اللون شوية بيختلف وبيصبح مائل شوية للصفارة والحمر على عكس اللون الازرق اللي هو بيكون قوي زيادة عن لزوم وبيأثر على العين هنا هو بيكون اريح كتير بالليل للعين. ده طبعا مش دارك مود زي اللي احنا غلبنا يعرفه. لا ده نايت لايت مخصوص للليل فترة الليل. وتقدر كمان تحدد جدول اه هو تقدر تفاعل الجدول هو يفعله لك من ستة مساءل لخمسة صباحا فترة الليل. تمام? بمجرد ما يخش الليل على طول بيتفاعل بشكل تلقاي. والامكانية اللي هنتكلم عنها دلوقتي هي دارك مود وترجم مود ده اقدر نفعاله عن طريق ان انت توقف على وتعمل وتختار بعد انه بنختار هنلاقي على اليسار جوها هيجي لنا خيارات انت دلوقتي واقف على هتلاقي دايما يعني الاضاءة اللي هي القوية العادية. هتختار انت دارك مود اهو قدامك. اول ما بتدوس عليها على طول بيتفعل دارك مود في كل الشاشات المتعلقة بالويندوز حتى بتاع الانترديت. كل الشاشات هتلاقيها على طول بتتأثر بالدارك مود. زي ما انت شايفين. وتقدر كمان تختار الالوان المساعدة للدارك مود. اهو تنزل تحت وتختار لو انت عايز تضيف اي الوان يعني مخصصة لك حسب رغبتك. اهو تنزل تختار اللون اللي انت عايزه بتفعيل اه دارك مود. فيه ناس بتحب دارك مود وتحب دايما تشغله بشايفة ان هو افضل من فعندك اول خيارات تقدر تفعل الدارك مود وتختار كمان الالوان المساعدة اه للتسكبار وغيرها من العنوين اللي بتظهر على شاشات الويندوز المختلفة. والامكانية المخفية لكتير الناس ما تعرفش عنها حاجة هو وجود عندك على الويندوز كاحد البرامج المجانية اللي بتنزل مع الويندوز. الويندوز جدا. اه ممكن تسهل عمليك عمليات الكتابة والطباعة. طبعا هو مش زي الاوفيس. الوين وورد اوفيس مسلا او الماكروسوفت اوفيس. ده ولكن دوت فيه امكانيات كتيرة قد تساعدك في استكمال بعض الاعمال اللي هي مش محتاجة لقدر كبير من الفورمات والااا والسيتنجز والاعدادات. تقدر تخش انهوت وتفتحه عن طريق. انت تقف على ستارت مينيو. وتكتب كلمة وورد باد. هاي تصعر عندك الورد باد. زي ما انت شايف البرنامج. فيه امكانيات كتيرة في الكتابة. تقدر تكتب. وتقدر تعمل بعض التعادلات في الفونت والتلوين. وفي الفورمات بتاعت الكتابة. تقدر تعمل انسرت الصور. تقدر تعمل انسرت الابجيكت. لملف خارجي. اهو. تقدر تعمل اضافات كتيرة. تمام? بس طبعا احد المشكلات اللي موجودة فيه هو انه مفهوش او او المصحح الاملاقي. طبعا مفهوش مصحح املاقي. ولكن في طول موجودة اه انتجريتد معلومات تقدر نزلها بسهولة اللي هي تخش على موقع بتقدر تنزل الامكانية ديت على طول الامكانية ديت مجرد ما بتنزلها زي ما انت شايف هواد. هتقدر تفعل امكانية او التصحيح الاملاقي على جميع البرامج اللي موجودة على زي ما تشايف هواد بيقول لك ان انت هتفعل على على جميع اللي شغالة على الويندوز تقدر تفعل عليها امكانية التصحيح الاملاقي. والامكانية الاخيرة اللي هنتكلم عنها النهاردة في حالياتنا النهاردة هي ايه هي زي التول اللي هي بتعمل ولكن هنا بشكل اكسر احترافية واكسر تقدما. عشان نجيب اللي موجودة على الويندوز هنكتب كلمة بعد ما ندوس تمام? هتظهر لك هي تول. هنفتحها طبعا احدى مفروض ان هي بتكون نازلة. تمام? لو هي مش نازلة عندك على طول بتدوس على تمام? اهو موجودة على الويندوز ماركت. خش على الماركت هنلاقي احدى التولز المجانية. بتعمل جيت اهو. بتنزل عندك على الجهاز السنيبينج تول. السنيبينج تول دي هي من الاحدى الادوات المفيدة جدا اللي تخليك تعمل لأي حاجة. وكمان تقدر تعدل على في نفس الوقت. وبعدين تقدر تعمل لها يعني على سبيل المسال اهو. فتحنا بتقف على اي ويندوز انت عايزها. على طول مجرد ما تدوست نيو سنيبينج تول. اهو. خد على طول من اللي انت علمت عليه. وهنا ادي ادوات تقدر تعمل آآ آلم. تختار بالآلم وتكتب. لو عايز تعلم على جزئية معينة وتختار اللون. تمام? وحجم الآلم. اهو. لو عايز تعلم على اي جزئيات. اهو ادي امكانيات تانية. بتقدر تعمل هايلايت بشكل. اهو. بتقدر تكتب. او تمسح اللي انت كتبته. وتقدر تعمل كمان كروب. لو عايز تقص جزئية معينة من الشاشة. بعد ما بتخلص. اهو بتعمل للايمج بتاعتك. خطها في اي مكان عندك على الجهاز. خلص كده بيبقى انت خدت وعدلت عليها في خطوات سهلة جدا. او تقدر تعمل على طول من اللي انت عملت لها وعدلت عليها. تقدر تعمل لها على اي ايميل او اي موجودة عندك على الويندوز. لو اعجبتكم الامكانيات والاسرار اللي اتكلمنا عنها النهاردة ياريت ما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب في القناة ونشوفكم في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله.